اهلين بفيديو اليوم رح يسوي كاكة موسى الجلي بطريقة سهلة ولذيذة مرة رح استخدم خليط الكاكة الجاهز بنكهة الفنيلية الفرنسية من العلالي رح احضره بنفس الطريقة العايدية اللي هو مع البيض والزيت والماية ورح اضيف الخليط في قالب مدهون بالزيت ورح ادخل الفرن وهنا عند الكاكة بعد ما جهزت قطعتها من فوق بالطريقة هذي وبعدين قلبتها ورح ابدأ احضر الطبقة الثانية هنا عندي جيلي بنكهة التوت من العلالي وكمان رح استخدم جيلاتين بدون نكهة او لون من العلالي واضفت عليهم الموية الحارة وبعدين على الثلاجة وهنا عندي كريمة تخفق باردة رح اخفقها مرة كويس الى ما تتكون معايا كريمة متماسكة بهذا القوام ورح اضيف عليها الجيلي اللي عملته وجمدته من قبل ورح اخلطهما بعض وبعدين رح اضيفها للطبقة هذي على الكيك وعلى الثلاجة الى ما تتماسك اكثر وللطبقة الاخيرة استخدمت جيلي بنكهة التوت من العلالي اضفت عليهم موية حارة وكمان موية باردة واضفته في القالب ورح ادخله الثلاجة اليه ما يجمد وهذا شكله بعد ما طلعته من الثلاجة طبعا فضلت اني اقدمه مع الفواكه وطبعا ما في الذ من كده طبعا الحلا هذا شكل وطعم بنفس الوقت الشكل مرة يشوق ومرة يواجه والطعم بجد لذيذ فوق ما تتخيلوا طبعا حلاه مرة موزون يعني ابدا ما يغذ جربوا معايا متأكد رح يجبكم وبالف عافية لنا وعليكم